روسيا وإيران تتنافسان على النفوذ وغنائم الحرب في سوريا بعد سنوات من دعم الحكومة السورية بدأت إيران بالتدخل عسكريا في سوريا بداية 2012 كما قدمت للحكومة السورية ثلاثة تسهيلات ائتمانية وصلت قيمتها إلى أكثر من 5 مليارات و600 مليون دولار وعلى الرغم من دخول روسيا الحرب لاحقا فإن تدخلها عام 2015 كان حاسما مما دفع دمشق إلى اللجوء إلى موسكو للحصول على الاستثمارات والتمويل وفقا لتقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية نجحت الشركات الروسية في الحصول على معظم العقود في بعض القطاعات الحيوية منها خمسة عقود للتنقيب عن النفط بينما تمكنت إيران من الحصول على أول عقد لها العام الماضي في ربيع 2019 أعلنت سوريا عن أعطاء روسيا حق استجار مرفأ طرطوس بينما قدمت محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية إلى إيران لأن هذا الاتفاق لم يرى النور وفقا للتقرير الأمريكي وفضلت دمشق إبرام عقد لاستخراج الفوسفات مع شركة روسية باتفاق يمتد خمسين عاما في وقت كانت وعدت إيران بالحصول على هذا العقد عام 2018 وبينما فازت شركة روسية أخرى عام 2017 بامتياز بناء أربع مطاحن قمح في حمص بقيمة وصلت إلى 84 مليون دولار تمكنت إيران من التواغل في الأسواق السورية لا سيما لبيها الإلكترونيات وتذكر صحيفة واشنطن بوست أن لروسيا وجودا أكبر في المدارس السورية إذ أصبحت اللغة الروسية اللغة الثانية للتعليم بينما تستمر المطالبات الإيرانية بجعل الفارسية لغة رسمية للتعليم أيضا لا سيما مع مساعدة تهران في إعادة بناء المدارس في سوريا